بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الشابتر الثالث بعنوان Isometric Drawing سوف نتعرض للنجاة التالية Definitions Isometric Sketching Circle and Arc Isometric Centering the Drawing in the Middle of the Sheet وسوف نمهي هذا الشابتر ب Application اللي هو تمرين تطبيق في الجزء الأول من الشابتر الثالث بعنوان Definitions سوف نعرض مفهوم Isometric Drawing Positions of Axes Isometric Axes و Distance in Isometric Drawing Isometric Drawing Is a Drawing Drawn on an Isometric Axes Using Fall Scale يعني رسم المنظور هنرسمه بالأبعاد الحقيقية هنا عندنا حالتين عندنا ما يسمى بال Isometric Projection True Projection وهنا عندنا الأبعاد بيقع فيها تقصير Fort Shorten وعندنا الحالة التانية اللي هي Isometric Drawing Fall Scale وهي الحالة اللي تهمنا وفي المنظور ده الأبعاد كلها هي أبعاد حقيقية Isometric Axes can be positioned to create different views of a single object يعني محاور المنظور بتاعنا ممكن نختارها بحيث تعطينا صورة واضحة على أوجه المنظور بتاعنا عندنا الحالة الأولى اللي هي اسمها Regular Isometric في الحالة دي عندنا المحاور أو نقطة اللي هننظر فيها لل Isometric هتكون من فوق Viewpoint is a looking drone on the top of the object عندنا الحالة التانية اللي هي اسمها Reverse Axis Isometric Viewpoint is looking up on the bottom of the object يعني هننظر من تحت عشان نرسم الaisometric بتاعنا وآخر حالة اللي هي اسمها Long Axis Isometric وفي الحالة دي عندنا الviewpoint is looking from the right or the left of the object يعني هننظر يا إما من الright يا إما من الleft عشان نرسم إيه المنظور بتاعنا بالنسبة للأبعاد في الaisometric distance in Isometric Drawing True length distances are shown along the isometric lines يعني إيه يعني الأبعاد الحقيقية هتكون يا إما في اتجاه الـ X وده محور أساسي بتاع المنظور بتاعنا يا إما في اتجاه ال-Y يا إما اتجاه إيه اتجاه الزد وهذه المحاور الثلاثة ما يسمى بالـ Isometric Axis يعني الأبعاد الحقيقية يا إما هتكون في اتجاه ال-X يا إما ال-Y يا إما الزد Isometric line is the line that runs parallel to any of the Isometric Axis يعني أي خط موازية إما للـ X يا إما للـ Y يا إما للـ Z بنسميه Isometric Line خلينا نأخذ أمثلة هنا الأبعاد بتاع الخطوط دي اللي هي موازية للـ Y تعتبر أبعاد حقيقية دي خطوط موازية للـ Y وإلا نأخذ الحالة التانية اللي هي الخطوط الموازية لـ A موازية لـ X هذه الـ X بتاعنا والأبعاد هنا هي الأبعاد الحقيقية بتاع المجسم بتاعنا والحالة الثالثة اللي هي الخطوط الموازية للـ Z في كل الخطوط دي بنرسم الأبعاد الحقيقية يعني إيه؟ لو عندي شكل معين بيقولي طوله ده 50 ملي متر في اتجاه الزد حرسم إيه 50 ملي متر باقي الخطوط اللي هي عندها زاوية غير الزاوية 30 زاوية 30 زي الخط ده أو الخط ده أو الخط ده أو الخط ده الأبعاد دي ليست الأبعاد الحقيقية ونسميها بـ Non-Isometric Lines